اهلا بحضراتكم من جديد عندي توضيح مهم جدا ونقطة ناس بتتكلم فيها من مبارح في الحقيقة ولازم ان احنا نتطرق لها ونوضحها بشكل اكبر وهي بخصوص كلام عن المهندس محمود طهر رئيس نادي الاهل السابق واللغط اللي حصل والتقرير الاتزاع والكلام من هذا القبيل في الحقيقة التوضيح المهم جدا والاعتراف اللي موجود ان فيه خطأ حصل فيه خطأ حصل فيه توضيح وتصحيح للخطأ فعلا حصل توضيح وتصحيح للخطأ مبارح على مدار برامج قناة الاهلي المختلفة حصل هذا التوضيح وده امر بيحصل ساعات يعني ممكن حد غلط غلطة بتحصل مش 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 مشكلة مش ازمة الازمة ان الخطأ ده لو ما تصححش دي تبقى ازمة لكن الاعتراف بالخطأ هو ده اكبر دليل على حصن النواية اكبر دليل على حصن النواية اتفق البعض مع المهندس محمود طاهر اختلف البعض مع المهندس محمود طاهر يبقى قيمة كبيرة في تاريخ رؤساء اندية النادي الاهلي او النادي الاهلي تحديدا الرئيس وشخصية مميزة جدا على مستوى الاخلاقي على مستوى الادارة وعلى كل الجوانب في الحقيقة شخص اضاف لمجلس ادارة النادي الاهلي وهو يترقصه فترة من الفترات ويدر ان هو يساهم في عدد من الانجازات مع القلع الحمراء تاريخ ما يقدرش حد يلغيه تماما لكن الغريب في الامر بالنسبة لي واللي خلاني اوضح النهاردة الجزئية دي واتكلم فيها مرة تانية هو تناول البعض لهذا الموضوع بشكل يعني محاولة استياد الاخطاء للنادي الاهلي شكل فج وكتير اوي كلام كتير اوي على الجزئية دي تحديدا ومحاولة اظهار ان ازاي النادي الاهلي يقدر ان هو عشان فيه مثلا الكابت المحمود الخطيب هو الموجود دلوقتي فلازم تقعد تماجد في الكابت المحمود الخطيب وبعدين تخبط في المهندس المحمود الكلام ده جماعة جرحيقية ما بيتقالش كده في القناة اصل ولا حد بيتكلم في اتجاه ده اللي لازم نأكد عليه اللي لازم نأكد عليه ان النادي الاهلي ليه رؤساء على مدار تاريخه كلهم بيكملوا بعض هو سيستم محطوط في النادي مشي فلان بيجي اللي بعده بناء على رغبة الجماعة الأممية بيمشي على طريق اللي قبليه فيه اخطاء بيصححها بيعدلها كله بيمشي على سيستم النادي الاهلي وده سر من اسرار نجاح منظومة النادي الاهلي على مدار تاريخه ده سر من اسرار محاولة تقليد البعض للنادي الاهلي عشان ينجحه زيه ومش عارفين يقلدوه كمان فانا مستغرب سواء على من خلال البرامج الإزاعية البرامج التلفزيونية حقهم انهم لقوا خلط وطب يعني انت لما هتلاقي يعني خطأ مثلا في النادي الاهلي سواء بقى كنادي او كقناة او اي حاجة بتنتمي للنادي الاهلي هتفضل مركز عليها لانه هو النادي الاهلي ده قدر النادي الاهلي هنفيش مشكلة خالص لكن انت زي ما قلت انه في خطأ لازم تقول ان القناة وضحت لان عمر محد اطلاقا اطلاقا يقدر يقلل ابدا من قيمة المهندس محمود طهر ولا قيمة اي رئيس من رؤساء النادي الاهلي الناس بتحاول تعمل وقيعة ناس بتحاول تعمل وقيعة ودي رسالة للمتربسين في الحقيقة بالنادي الاهلي بيحاول يعملوا وقيعة ما بين ايه رموز ورؤساء النادي الاهلي على مدار تاريخه بس مش هتعرفوا الكلام ده مش في الاهلي انتوا عايزين تاخدونا لسكة اندية تانية انتوا عارفينهم كويس قوي بس عمر ما الاهلي هيروح للسكة دي بتشوفوا الراساء اندية بيغلطوا وبيشتموا علينا كده عيني عينك يعني الرئيس اللي قابليه وده عمل وده سوى وكلام من ده فيه ناس بتعمل كده لكن عمر 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 ما الاهلي بيعمل كده ولا عمر اي حد من رؤساء النادي الاهلي يعمل كده ما فيش مثلا واحد من رؤساء النادي الاهلي يطلع يقولك انا هشتب واحد من عضويتنا ما بتحصلش مش جوه الأهلي بيحصل الكلام ده لكن انت زي ما رصدت الخطأ ودحقك وشغلك ما فيش مشكلة لازم ترصد التوضيح اللي حصل من قناة النادي الأهلي هنفضل على القصة دي خد عندك بقى خلي بالك هنفضل على القصة دي أسبوع قدام أسبوعين ممكن لو ما فيش بقى أخبار ما فيش أي حاجة هتاخد الموضوع ده في الاتجاه ده تفضل تقول دي قناة الأهلي جالت قناة الأهلي عامل قناة الأهلي تقعد بقى كده فترة طويلة فإحنا خلاص الموضوع يا جماعة خلص كل التأدير والاحترام لمهندس محمود طاهر كل التأدير والاحترام لكامتين محمود الخطيب كل التأدير والاحترام لكل رئيس من رؤساء النادي الأهلي على مدار تاريخه كلهم ساهموا في إنجازات النادي وكلهم ساهموا بصمة واضحة الكل ساهم بصمة واضحة بأن فيهم المهندس محمود طاهر بشكل كامل في النادي الأهلي فقصة ما تحاولوش تقربوا منها وما تحاولوش أن تعملوا ثبوت زيادة على اللزوم فيها الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة مهمة جدا لكل رؤساء النادي الأهلي ومدى تأثيرهم ومدى إنجازاتهم اللي حققوها مع النادي الأهلي فبلاش ندوس في الجزئية دي وده التوضيح بنعيده مرة تانية لحضراتكم علشان نقفل القصة دي تمام